تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله فشملت برعايتها الكريمة صباح اليوم افتتاح معرض مشترك لكل من الفنانات التشكيلية مريم فخر والنحات خالد فرحان بمركز الفنون بحضور معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة الثقافة والأثار بهذه المناسبة أشهدت قرينة عهل البلاد المفدى بإقامة وتنظيم مثل هذه المعارض الفنية في مملكة البحرين والتي تنسجم وتواكب ذوق المجتمع من خلال تقديم الأعمال التشكيلية والفنية الراقية وتبرز حضورا متميزا لمملكة البحرين كمنبر ثقافي في الخليج والمنطقة العربية معربة سموها عن عجابها بأعمال المعرض الأمر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه الحركة الفنية في البحرين من مستويات عالية تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم مع تمسكها بالطابع الوطني الذي يحافظ على التميز وخصوصية المدرسة التشكيلية والفنية البحرينية والتي تعبر بدقة وواقعية عن الوجه الحضاري والثقافي للمملكة وكانت صاحبة السمو الملكي قد تجولت في أرجاء المعرض الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 2017 تحت شعار آثارنا إن حكد وطلعت عن كثب على عدد من اللوحات والمنحوتات الفنية واستمعت خلالها إلى شرح موجز من الفنانين المشاركين عن محتويات المعرض في فروع الرسم والنحط وما تحمله من معاني ورسائل ذات دلالات متعددة